الشرح والقاعدة الفعل الصحيح هو الذي خلت حروفه الأصلية من حروف العلة وهو ينقسم إلى مهموز وسالم ومضعف الفعل الصحيح السالم هو ما كان خاليا من الهمز والتضعيف والمهموز هو ما كان أحد حروفه الأصلية الهمزة والمضعف هو ما كانت عينه ولامه من جنس واحد إذا أسند الفعل السالم أو المهموز سواء أكان ماضيا أو مضارعا أم أمرا إلى ضمائر الرفع السابقة لا يحدث فيه تغيير مثل سمعت الأنباء تسمعان الأنباء اسمعوا الأنباء الماضي المهموز أوله تحذف همزته في فعل الأمر مثل خذ من الفعل أخذ وكل من الفعل أكل ترجمة نانسي قنقر